يعطيكم ألف عافية وصفتي لليوم إن شاء الله رح تكون من الوصفات لكثير الناس بتحبها اليوم رح أعمل معكم أطيب وأشهى فتة مقالي طبعا الفتات الهشابية كثير كبيرة بين الناس فاليوم حبيت أني أختار لكم فتة المقالي بتمنى أنها تعجبكم تعبوها معي للوصفة هون رح أستخدم الخبز الرفيع احنا بنحكي له الخبز لبناني طبعا الحجم اللي استخدمت اليوم للخبز هو الحجم الوسط وكمية الخبز اللي استخدمته هون ثلاث أرغفة قطعته بخطوط فطول بعدها رتبت الخبز بهاي الطريقة وهلأ هون رح أقطعه على شكل مكعبات صغيرة طبعا الأفضل تقطعه مكعبات صغيرة بيكون أسهل عليكم في الأكل فتحت الخبز بهاي الطريقة بهيك عندي الخبز صار جاهز بالنسبة للخضار هون رح نستخدم البيتنجان طبعا البيتنجان هو مكون أساسي بالوصفة وكثير طيب كمية البيتنجان اللي استخدمته هون هي ثلاث حبات قشرته هلأ هون رح أقطعه بالنسبة لتقطع البيتنجان كمان هون رح أقطعها على شكل مكعبات صغيرة والأفضل كل الخضارة تقطعها على شكل مكعبات صغيرة بتكون أسهل عليكم في الأكل قطعت هون كل كمية البيتنجان ونزلتها بالصحن هلأ هون رح نزل على البيتنجان معلقة كبيرة من الملح بالإضافة إلى معلقتين كبار من الطحين الملح حتى تنزل عندنا ميت البيتنجان ولطحين بيعطي قرمشة كثير طيبة للبيتنجان طبعا قلبتم كثير منيح وتركت البيتنجان على جنب حتى قطعت وجهازت كل الخضار الثانية جربوا هاي الطريقة بالبيتنجان رح تحبوها طبعا هون رجعت قلبتم كثير منيح حتى يوصل عندي لطحين لكل قطاع البيتنجان بالنسبة للبطاطة هون انا استخدم ثلاث حبات حجم وسط ونفس الشي قطعته مكعبات صغيرة الخضار ممكن تستخدم الخضار اللي انت بتحبوها بس البيتنجان والبطاطة هو بيعتبره مكونات اساسية بفتة المقالي البطاطة جاهزة انا هون كان عندي ثلاث حبات من الكوسة كمان قطعتها ورح انزلها بالفتة القلي عندي هون رح يكون بزيد غزير وحامي طبعا الخبز هون قسمته قليت اول دور بعدها حطته على جنب رجعت قليت الدور الثاني بهيك حتى ياخذ معاي نفس اللون اول ما بلش اخذ معاي اللون الذهبي على طول شلته من الزيت وخليته على جنب لانه هو بيرجع شوي بيغمج معكم طبعا هون استخدمت الورق التنشيف الخاص للمطبخ بنفس الزيت رح اقلي هون كل الخضار في البداية هون قليت الكوسة الكوسة اول ما بلشت تاخذ معاي لون ذهبي كمان شلتها لانه بحب تكون فيها شوي تقرش نعمة وهي رح ترجع تذبل معكم هيك عندي طبعا الكوسة جاهزة هلا هون رح اقلي البطاطا واخر اشي بتقلو البيتنجان لانه بيشرب معكم شوي زيت بس اذا بتغلفوه منيح بالطحين ما بشرب معكم زيت رح اقوم لاحظة بالنسبة للخضار اذا حبيت تشووها اكيد ممكن بس انا هون ما كان متوفر عند الوقت بدي اخلص الفتعة السريع فقليتهم اذا كان متوفر عندكم الوقت اشووهم بالفرن تاخذوا نكهة كثير طيبة الخطوة البعضية هون رح اجهز للحمة اللحمة هي اختيارية اذا مش متوفر عنكم ممكن تستغنوا عنها بس حتى يكون معكم الطبق متكامل استخدموا اللحمة كمية اللحمة اللي استخدمته هون هي 300 جرام طبعا مفروم بقري ما في اي دهن عشان هيك استخدمت الزيت النباتي المطيبات هون نزلت حبة من البصل نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود ومعلقة صغيرة من الملح بالاضافة الى ربع معلقة صغيرة من الهيل نكت الهيل مع اللحمة كثير طيبة قلبتهم شوي حتى نشفت عندي ميت اللحمة واستوى عند البصل هون رح اشيل شوي من اللحمة حتى ازيني الوجه فيها طبعا مش الفتة واخر اشي هون رح انزل معلقتين كبار من معجون الطماطم بقلبهم مع بعض وبهيك عندي اللحمة بتكون جاهزة بخليها على جنب ورح احضر معكم هون للبن بنسبة للبن هون رح استخدم اللبن البقر الطازج استخدمته هون من المراعي الكمية 500 جرام تساوي عندي تقريبا كاستين من اللبن نزلت عليهم نصف كاس من الطحينية ممكن تحطوا اكثر حسب قوام اللبن عندكم نزلت هون كمان نصف كاس من عصير الليمون بالاضافة الى معلقة صغيرة من الثوم المهروس طيابة الفتة دائما بتكون بالثوم ونزلت هون كمان معلقة صغيرة من الملح طبعا خلطتم كثير منيح هلا هون بتعدلوا حسب الضوء بتعدل الليمون بتعدلوا الثوم اذا حستوها شادة معكم شوي ممكن ترخوها باللبن نزلت هون بصحنة تقديم كمية منيحة من الخبز وهلا هون رح نحتاج ربع كاس من عصير الليمون مع معلقة او اقل من معلقة صغيرة من الثوم المهروس حركتم كثير منيح مع بعضهم نزلتهم فوق الخبز في العادة انا هون باستخدم الفلفل الحار بطحنوا بحطوا محهم بيعطي نكا كثير طيبة بس للأسف ما كان متوفر عندي هلا هون رح انزل الخضار رح اكملاحظة بالنسبة للخضار بعد ما قلتها رشيت عليها رشة من الملح لازم تكون معكم شوي مألحاب في البداية هون حطيت البيتنجان بعديها البطاطا بعديها الكوسة وهلا هون رح انزل اللحمة طبعا رح احط كمية منيحة واخر اشي هون رح انزل الصلصة زي ما حكيت لكم في حال حسيتوا الصلصة شوي رخوة معكم ممكن تشدوها بالطحينية واذا كانت معكم شوي جامدة ممكن يترخوها باللبن هلو هون بالنسبة للتزيين ضغ شخصي بتزينه بالطريقة اللي انتو بتحبوها انا هون زينت بالباكدونس المفروم بالرمان طبعا الرمان بيعطينكها كثير طيبة وزينت كمان هون باللحم المفرومة اللي شلتها في البداية واخر اشي هون رح احط الخبز المقلي طبعا التزيين ممكن تزينوها بنوع واحد حسب المتوفر عندكم وممكن تزينوها بنفس المكونات اللي انتو حطتوها جوة الفتة اخر اشي هون انا قليت لسنوبر بمعلقة كبيرة من السمن البلدي وحطيتها على الوجه وقدمتها ما شاء الله انكها والطعم طبعا هالفتة من الفتات اللي كثير بحبها حبيت اليوم اني اشاركها معكم بتمنى كثير انها تعجبكم اذا عجبتكم الوصفة وعجبكم الفيديو ما تنسوا دعم قناة الاشتراك فيها تفايل زر الجرس حتى يوصلكم جديد القناة ويعطيكم اشتركوا في القناة